سمعتك تذكر أيضا في أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن يقول يعني كيف الضمان هنا وكيف الاعتمان نعم المؤذن مؤتمن أبو أحمد بارك الله فيك صحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اغفر للأئمة اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين أما قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن يعني يتحمل عن المأمومين كل خطأ يقع فيه المأموم ما دام أنه في غير الأركان فإن الإمام يضمنه يتحمله هذا المعنى ولذلك الآن أفترض إمام يصلي وركع المأموم ما قال سبحانه ربي العظيم نسي غفل يعني مثلا كذا وقال الإمام سمع الله لمن حمده ورفع المأموم تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في الركوع فالراجح من قول أهل العلم أنها واجبة ذكر واجب الإمام يتحمل عن المأموم الإمام يتحمل عن المأموم ولذلك أي واجب يتركه المأموم أو سنة يتركها المأموم يتحملها الإمام يتحملها الإمام هذا المعنى بارك الله لك أما إذا ترك ركنا المأموم ترك ركنا ما يتحمله الإمام يجب علي أن يأتي المأموم بهذا الركن أما المؤذن فهو مؤتمن مؤتمن على الوقت مؤتمن على الوقت ولذلك المؤذن لا بد من شروط المؤذن الذي يذكره الفقهة أن يكون أمينا ضابطا للوقت يضبط الوقت ويعرف الوقت لك أن تتخيل يا أبو أحمد أن المؤذن في رمضان ما يأذن إلا بعد عشر دقائق من دخول وقت صلاة الفجر هذا يقال غير أمين لماذا؟ لأنه الآن الناس يأكلون ويشربون والفجر قد طلع مؤذن ما يأذن المغرب إلا بعد خمس وعشر دقائق هذا غير مؤتمن لأن معطل الناس عن الإفطار وهذا يترتب عليه مساء ليست فقط في مسألة الصيام مسألة الصلاة مثلا يعني شخص يوتر بالليل وما سمع المؤذن وظل يصلي والوقت دخل الوقت دخل هو ما زال لم يوتر من الذي يتحمل هذا هذا الخطأ المؤذن ولذلك من المهم أن يكون المؤذن أمين ولاحظ دعاء النبي عليه الصلاة والله قال اللهم أرشد الأئمة لأن يقوموا بالصلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي واغفر للمؤذن للمؤذنين لأن ما يمكن أننا نحصل على مؤذن يعني أمين مئة بالمئة مثل ما يقولون لأنه بشر فقد يتقدم شوي يتأخر شوي أحيانا ما بين فترة وفترة ولذلك قال الله مغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة لأن المؤذن قد يحصل عنده نوع من الخلل أما إذا كان المؤذن معتاد على الخلل هذا ليس بأمين ولا يستحق أن يكون مؤذن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر